جددت حركة التغيير رفضها العودة إلى حكومة قليم كردستان مطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد أن وجه رئيس الحكومة نيتشيرفان بارزاني دعوة لوزراء الحركة بالعودة إلى مزاولة أعمالهم بعد مرور أكثر من عامين على طردهم منها بقرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني لا نحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني لأنه شاهدنا في الماضي تاريخ 16 أكتوبر الماضي شاهدنا هذه الحكومة سقط في كاركوك وفشل في حكومة كاركوك بالتزامن مع موقف التغيير تطالب الجماعة الإسلامية في كردستان من رئيس الحكومة بإجراء مصالحة مع الأطراف الكردية وضخ دماء جديدة في أي وفد يبحث مع بغداد المشاكل العالقة معها ملقية باللوم على الحكومة من التبعات السياسية والاقتصادية والعزلة الدولية التي يعاني منه الأقليم المتصدرون للقرار في الأقليم هم كانوا سبب المشاكل مع بغداد فهؤلاء غير مرحب بهم في بغداد ولن يكونوا مفاوضين ناجحين في حين تباينت آراء المراقبين بشأن مدى قدرة الحكومة الحالية في إجراء مباحثات ناجحة مع الحكومة الاتحادية باتجاه حلحلة المشاكل العالقة وخاصة التي تلت الاستفتاء الأقليم بحاجة إلى نخبة من العقلاء السياسيين نخبة من الحكماء السياسيين واقتصاديين لأن العملية وصلت إلى مراحل خاطرة ما يدعو إليه الآن بعض الأحزاب السياسية أو بعض الشخصيات من داخل بعض الأحزاب السياسية أعتقد أنها فندت خصوصا بعد البيان الذي صدر من وزارة خارجية الأمريكية بدعم المؤسسة الرسمية في أقليم كوردستان تأتي هذه الدعوات لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في وقت يستعد رئيس الحكومة بعقد اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية في محاولة منه على ما يبدو لتوحيد الخطاب الكردي في أربيل قبل بدء المفاوضات مع بغداد حميد زباري الحرة أربيل